وفي صحيفة العربي أيضا الإمارات في مشهد سانت بوتروسبورغ يقول كاتب المقال كنت أمام شاشة التلفاز عندما لفتت نظري لقطة تجمع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد ألين هيان والرئيس الروسي فلودمير بوتن تصورت للحظة أنها لقطة إرشيفية لكن شريط التعريف تحت اللقطة كان يقول عاجل ويشير إلى لقاء يتم نقله على الهواء مباشرة من سانت بوتروسبورغ أدركت أن الإمارات لم تكتفي بالمشاركة بمنتدى سانت بوتروسبورغ بل قرر الشيخ محمد بن زايد أن يذهب شخصيا وأن يلتقي بوتن هذا لقاء استثنائي في الوقت الذي تبدو فيه روسيا في عزلة متزايدة بحكم تداعية الحرب على أوكرانيا العالم يتبنى مواقف متباينة من روسيا وبوتن وإن كان التعميم لا يفيد لكن من الوارد تصنيف المواقف إلى ثلاثة الموقف الغربي من بوتن متشدد بالحد الأدنى بل ومتطرف القطيع الغربية مع روسيا بدأت منذ سنوات الولايات المتحدة اتخذت قرارا مبكرا بأن تتبنى سياسات ضد روسيا الحرب في أوكرانيا هي جزء من نتائج هذه السياسات وغذت هذه السياسات البرانوية الروسية سواء بالإصرار على التحرك بالنيتو أو قريبا إلى الحدود المباشرة لروسيا من دون ترك دولة عازلة مثل أوكرانيا وبيلاروسيا أو من خلال تسميم العلاقات الاقتصادية الروسية الألمانية بفرض عقوبات على كل من له علاقة بمشروع الغاز نوردستريم اثنان ثمت ورقتان بحثتا أيضا بحيثيات أيضا نشر معهد راند عام 2019 تتحدث أيضا بالحرف عن جر روسيا إلى حرب قريبة تستنزفها ومعهد راند من المؤسسات الفكرية الكبرى في الولايات المتحدة ويعدل أكثر تأثيرا في صنع القرار الأمريكي اشتركوا في القناة